رب العزة يقول ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلام الملايكة بيسلموا على سيدنا إبراهيم في آية تانية قال سلام قوم منكرون يعني متنكرين أنا بش عرفكم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين في آية تقول عجل سمين آية تانية عجل حنيذ أي أنه ذبح عجلا وشواه لهم وقربه إليهم فلم يأكلوا من قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فإلى آخر الآيات إن سيدنا إبراهيم يكلمهم وهم لم يأكلوا من طعامه قال إنا منكم وجلون ألول لا توجل لا تخف يا إبراهيم إنا نبشرك بغلام عليم إحنا جايبين لك بشارة بغلام عليم أي غلام معلم يولد وقد علمه الله جل وعلا وسيكون نبيا من بعدك يا إبراهيم إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أم الساني الكبر فبما تبشرون أنا ده أنا كبرت في السن عندي حاجة وتسعين سنة كيف يعني إن أنا أرزق بولد في هذه السن الكبيرة وزكتي عاقر لا تنجب قال أبشرتموني على أم الساني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين لا تقنط ولا تيأس من بشارة الله جل وعلا ده بشارة جيالك من الله ونحن رسل الله إليك قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون رد عليهم قال لهم أنا لا أقنط ولا أيأس لأن اللي بيقنط ويأس من رحمة الله هو المنحرف عن الصراط المستقيم وعن طريق الهدايات من رب العالمين قال أبشرتموني على أم الساني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون بعد ما حملوا إليه البشارة وزفت إليه البشرة بغلام معلم وبغلام من نسله سيكون نبيا من أنبياء الله بدأ يسأل قال فما خطبكم أيها المرسلون نسمعون لك خطب جلل يعني حادث عظيم بيسألهم سيدنا إبراهيم إيه الأمر لماذا جئتم إلي قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا مرأته قدرنا إنها لمن الغابرين بلو من تغيين له أيها المرسلون ما خطبكم ما أمركم ما الوقع وما الخطب الجلل الذي جئتم لأجله قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين اللي هم قوم لوط لأنهم كانوا يأتون الفاحشة يأتون الرجال شهوة من دون النساء والعياذ بالله قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا آمن مع لوط كتب الله له النجاه وسوف ينجيه الله وكلمة إنا لمنجوهم أجمعين أي إن لمسلموهم من هذا العذاب يعني إحنا أمرنا أن ننجي من آمن مع لوط من هذا العذاب إلا امرأته إلا امرأة لوط قدرنا إنها لمن الغابرين أي من الهالكين معهم ولن تبقى مع لوط ومع من آمن به فدي كانت بشارة من الملائكة لسيدنا إبراهيم نحن جئنا لك بالبشر بالولد وكذلك جئنا لإنزال العذاب على من عصوا ربهم جل وعلا وفعلوا الفاحشة في قوم لوط أما من آمن بلوط ومن حافظ على ما أمر الله به فلننجي أنهم أجمعين هذا ما ورد في قصة سيدنا إبراهيم في صورة الحجر وسيأتي بيان أكثر بالتفصيل في صورة الذاريات إن شاء الله من أول قول الله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون نفس الآية أعيدت في صورة الحجر وفي صورة الذاريات إلا أنها جاءت في صورة الذاريات أشمل وأوضح وجاء الحديث فيها مفصلا عما جاء مجملا في صورة الحجر نسأل الله أن يعلمنا وإياكم أسرار القرآن وأنوار القرآن وأن يفاهمنا وإياكم دقائق التنزيل اللهم أمين يا رب العالمين